الحساب الرئيسي الرسائل النصية SMS إضافة الأرقام والمجموعات من الصفحة الرئيسية، قم بالضغط على أيقونة الرسائل النصية قم بالتوجه إلى القائمة الجانبية واضغط على الأرقام والمجموعات ستظهر لك شاشة تتضمن الخدمات التالية استيراد الأرقام من ملف تم تصميم هذه الخدمة لتوفير أقصى درجات السهولة والمرونة حيث يمكنك استيراد أرقام العملاء من ملف أكسال دون الحاجة إلى تحديد قالب معين كما تتحكم في ترتيب أعمدة الملف سواء كان ملف أكسال أو ملفات النظام التعليمي نور ويتم ذلك وفق الخطوات التالية قم بتجهيز بيانات العملاء الخاصين بك في ملف أكسال على أن تكون أرقام الجوال مكتوبة بالصيغة الدولية قم بالانتقال إلى تبويب استيراد الأرقام ثم قم بالضغط على زر استعراض لاختيار الملف الذي تريد استيراد الأرقام منه بمجرد اختيار الملف ستظهر نافذة تطلب منك تحديد عدد الصفوف التي ترغب في استيرادها بعد ذلك قم بتحديد البنود المناسبة لكل عنوان من القائمة المنسدلة انظر إلى العناوين الموجودة في الصف رقم واحد هنا نختار أمام الاسم اسماء العملاء ونختار أمام أرقام الجوال الرقم في المثال الذي نعمل عليه نختار عمود الصف الدراسي ليكون المجموعة الأساسية ونختار عمود الفصل ليكون المجموعة الفرعية وهكذا باقي الأعمدة ملحوظة هامة يجب تحديد عمود كمجموعة رئيسية عند استيراد الأرقام وسيقوم النظام بتصنيف الأرقام وفقاً لهذا العمود وبذلك ستتمكن من إرسال رسائل دفعة واحدة لهذه المجموعة بالإضافة إلى ذلك يمكنك اختيار مجموعة فرعية تابعة للمجموعة الأساسية وإرسال رسالة دفعة واحدة إليهم وبفضل هذه الميزة يمكنك تحديد إرسال رسالة دفعة واحدة لصف دراسي محدد أو فصل دراسي بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى إعادة تحميل الأرقام مرة أخرى بمجرد تحديد العناوين بشكل صحيح قم بالضغط على زر استيراد الأرقام سيقوم النظام بتحميل الأرقام وعرضها في شاشة الأرقام والمجموعات إذا كان هناك أرقام غير صحيحة في الملف ستظهر نافذة تعرض لك جميع الأرقام الغير صحيحة التي لم يتمكن النظام من إضافتها استيراد الأرقام من فور جوالي نت يمكنك استيراد جميع الأرقام والمجموعات من حسابك في فور جوالي نت إلى حسابك في فور جوالي دوتكم كل ما عليك فعله هو كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في فور جوالي نت ثم قم بالضغط على زر استيراد سيقوم النظام باستيراد كافة الأرقام والمجموعات من حسابك في فور جوالي نت إلى حسابك في فور جوالي دوتكم إضافة مجموعة رئيسية من هذا الخيار يمكنك إضافة مجموعة رئيسية بشكل يدوي دون الحاجة إلى رفع ملف أكسل قم بكتابة اسم المجموعة الرئيسية ثم اضغط على زر حفظ إضافة مجموعة فرعية من هذا الخيار يمكنك إضافة مجموعة فرعية بشكل يدوي دون الحاجة إلى رفع ملف أكسل قم باختيار المجموعة الرئيسية التي تريد المجموعة الفرعية أن تكون متفرعة منها قم بكتابة اسم المجموعة الفرعية قم بالضغط على زر حفظ سيتم إنشاء المجموعة الفرعية الجديدة وستكون متفرعة من المجموعة الرئيسية التي تم اختيارها إضافة الأرقام بشكل يدوي قم بتحديد المجموعة التي سيتم تعيين هذا الرقم لها حدد المجموعة الرئيسية من القائمة المنسدلة حدد المجموعة الفرعية من القائمة المنسدلة قم بكتابة اسم الشخص قم بكتابة رقم الجوال بالصيغة الدولية يمكنك إضافة أكثر من اسم بالضغط على زر إضافة سطر عند الانتهاء من إضافة الأرقام قم بالضغط على زر حفظ ستظهر الأسماء التي تم إضافتها في جدول الأرقام والمجموعات على نفس الصفحة نسخ مجموعة إلى حساب فرعي يتيح لك هذا الخيار نسخ أرقام مجموعة فرعية لديك إلى أحد حساباتك الفرعية قم باختيار المجموعة الرئيسية من القائمة المنسدلة قم باختيار المجموعة الفرعية من القائمة المنسدلة قم باختيار الحساب الفرعي من القائمة المنسدلة قم بالضغط على زر حفظ ليتم نسخ الأرقام إليه تعديل المجموعة الرئيسية قم باختيار المجموعة الرئيسية التي ترغب في تعديل اسمها من القائمة المنسدلة ثم قم بكتابة الاسم الجديد وقم بالضغط على زر تعديل لتحديث الاسم حذف المجموعة قم باختيار المجموعة التي ترغب في حذفها وقم بالضغط على زر حذف المجموعة سيتم حذفها وجميع المجموعات الفرعية المرتبطة بها تعديل المجموعة الفرعية قم باختيار المجموعة الرئيسية من القائمة المنسدلة ثم قم بتحديد المجموعة الفرعية التي ترغب في تعديل اسمها اكتب اسم المجموعة الفرعية قم بالضغط على زر تعديل لتحديث الاسم أيضا يتيح لك هذا الجزء حذف مجموعة فرعية فإذا اخترت مجموعة رئيسية واخترت مجموعة فرعية وضغط على زر حذف المجموعة سيتم حذفها